إلى كل التونسيين والتونسيات إلى أهالي معتمدية ساقيت الزيت بصفاقص السلام عليكم ورحمة الله مليكة مون مختص في القنون العام والعلوم السياسية حصلت على المرتبة الأولى في الدور الأول من هذه الانتخابات وهذا من فضل ربي وثم بفضل دعمكم وثيقتكم حاجة كيف من هذه ما تنجم كانت شرفني لكن زادت أكد لي على حجم المسئولية اللي على عاتقي لأنه أصواتكم شرفوا مسئولية نحب نشكركم على دعمكم وثيقتكم ولأنه أصواتكم أمانة نحب نعادكم ونأكد لكم على أني بش نكون على قدر المسئولية وأني بش نكون صادق في القول ومخلص ليكم وللوطن نزدغل هذه الفرصة بش نشكر كل المترشحين والمترشحات في الدور الأول خاصة على إثراءهم للمشهد السياسي داخل المنطقة وزادة على إيصال صورة متميزة لمعتمديتنا ساقيت الزيت المعتمدية اللي من أهم خصالها ونقاط قوتها هي وحدتها لأنه لازم نعرفه أنه مصيرنا واحد على هذا نحب نأكد اللي أنا مترشح على كامل المعتمدية ساقيت الزيت وبش نكون إن شاء الله نائب عن كل أهالي المعتمدية خلال الحملة الانتخابية في علاقة بالدور الأول من هذه الانتخابات زورت تقريبا أغلب المناطق والأحياء التابعة للمعتمدية وإن كانت استراتيجية العمل قايمة بالأساس على الاتصال المباشر مع المواطنين والمواطنات الشي اللي خلاني نفهم أكثر مشاغلهم وتصوراتهم على نفس المنوال وبنفس الأفكار مكملين إن شاء الله المسألة الجبائية وتنموية المسألة البيئية والصحية التربية والتعليم الثقافة والمجتمع المدني البنية التحتية والنقل لكن زوزموا لحظات أساسية أكدت منهم من خلال الزيارات الميدانية والاستماع للمواطنين والمواطنات أولا غموظ وعدم فهم لدور النائب في النظام السياسي جديد وأهمية البرلمان في المرحلة القادمة نحب نأكد على أن مجلس نواب الشعب هو حجر أساس وضرورة في كل بناء أو نظام ديمقراطي وعلى أن دور النائب هو دور تشريعي بامتياز ولكن أيضا وأهم شيء أن يكون بالفعل همزة وصل بين الأهالي والصولات المركزية النقطة الثانية هي نعدام الثقة التام في العمال السياسي والهنان نحب نأكد ونعدكم إن شاء الله على أني بش نرجع هذه الثقة وأول خطوة هي الإبتعاد على المغالطات والوعود الزيفة أيضا بصدق العمل والإخلاص لكم وللوطن ونرجع إن شاء الله الأمل لأهلي في معتمدية ساقيت الزيت ومنهم إن شاء الله إلى كل الشعب التونسي بش نقفوا صف واحد لبلادنا لأنه في الأخير بصيرنا واحد ندعوكم أهلي شباب نساء ورجال معتمدية ساقيت الزيت بسفاقس بش دعموني وتصوتوا لرقم واحد نهار 29 جنفي 2023 صوتوا للمستقبل صوتكم أمانة في الختام أسأل الله أن يوفقني لما فيه خير لهذا الوطن وأن أكون عند حسن ظنكم تحية تونس والسلام ترجمة نانسي قنقر